أختي أم هيفا من السعودية الرياض تقول يعني عند السجود يقولون بأن الأرض تمتص الطاقات السلبية التي يلتقطها الجسم من ضغوط الحياة فعنصر التراب يمتص الطاقات السلبية كيف نحصل على هذا ونحن نصلي على السجاد هل الرخام يعطي نفس النتيجة إذا صلينا عليه سواء في الدور الأول أو الثاني في البيت وإلى آخر ما ذكرت أختي أم هيفا من الرياض السعودية بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء في صلاته وأيضا ما ينبغي له في خارج صلاته أما الصلاة فهي عبادة لله عز وجل ويجب على الإنسان أن يقيمها منفصلة عن مثل هذه عن مثل هذا التفكير أو عن مثل هذه المقاصد أو عن مثل هذه الاعتبارات لأن الصلاة ليست هي رياضة الصلاة ليست هي فقط مثلا حركات يقيم الإنسان حتى والله يقوي عضلاته الصلاة ليس هي تفريغ أشياء سلبية وجلب أشياء إيجابية هذا حقيقي يشوش على الإنسان صلاة ويجعل في عالم آخر ينصرف عن صلاته ولذلك الصلاة أعظم ركم من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة صلة بين العبد وبين ربه الصلاة يصليها الإنسان على التراب وعلى السجاد ويصليها في الطائرة وفي الباخرة وفي السيارة في الباص مثلا وفي القطار ويصليها على أي حال على أي حال فدعك أختي الفاضلة من هذه القواعد التي يعني تروج ما بين فترة وأخرى والله إن الإنسان إذا صلى على التراب يعني هناك تفريغ لطاقة سلبية وشيء من هذا القبيل دعكي من هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة السجادة يعني الحصير صلى عليها صلى الله عليه وسلم فلذلك أختي الفاضلة لا تلتفتين لمثل هذه الأشياء حتى لا تخرجين عن مقصود ومفهوم الصلاة بارك الله فيك